انا ميت مجوع او انا جعان اوي 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 او الوقت ممكن ايكل حصان السلام عليكم هذا امر ايضا بيكلم ازاي تعبر عن انك جعان ايام هونغري وده الدرس راكم 440 من كورس انجلش فور دايلايف انا جيم هنى وانتوا تفعل عقناة الانجلش ميكس وولكم باك طبعا في اللغة الإنجليزية زي ما قلت بالكده في تعبيرات وجبه كثيرة ممكن استخدامها عشان نعبر بيهم عن إحساس معين وطبعا قطول ما عايز تأكل وكده فلازم نتعبر عن شعورك بالجوعة وتابع بنقول مع بعض I am hungry هل التعبير I am hungry wrong لا مش wrong هو صح لكن هنا في الغرب الناس ما بتقول شي ده كثير قوي بدلا بيقولوا I am hungry بيقولوا قمل تانية بتعبر عن القوة بتاعهم فالنهربة بتعلم مع بعض هما ازاي بيعبروا عن القوة أول قمل تعرفة طبعا ليه I am hungry not I am hungry I am hungry I am hungry وقوم رقم اثنين I am starving I am starving يعني أنا قعان اوي I am starving وقوم رقم تلاتة I am famished I am famished famished or starving من نفس المعنى فامش يعني ميت من قوة قعان اوي 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 فامشت فامشت وقوم رقم اثنين I am hungry my stomach is rumbling رامبل يعني في معارك داخل قوة في بطنك يعني يعني معناه انك قعان يعني لما بطنك تعمل كده صوت بتاع my stomach is rumbling not stomach or stomach my stomach is rumbling ده معنى برضك ان انت ايه اني انتقعان القوبة اللي باعكم انتقول ايه I could eat a horse I could eat a horse لما نيجي انترجم ديه مش معانا انك تاكل حصان لكن ديه بتعبر عن شدة القوة I could eat a horse شيف الحصان دي حصان كبير جدا جدا وشي تقول ايه I could eat a horse يعني انت ممكن تاكل حصان ديه انتقعان جدا I could eat a horse I am a little peckish I am a little peckish I am a little peckish يعني ايه انا قعان شوية little شوية peckish قعان I am a little peckish not little or little little peckish little peckish يعني ايه انا قعان حبيتين يعني اخر التابير ممكن تقول ايه my stomach thinks that my throat has been cut ديه اصابة شوية انا عارف اني اطوار شوية my stomach thinks that my throat has been cut يعني معدتي متخيلة اني زور اططى يعني ما فيش اكل قلب اكيد يعني انت ميت مقوع او اكيد انك مكتش برك اسبوع يعني ما فيش اكل خالص يعني معدش اكل هاجيلة كان ده شعور بالقوة ايه 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 اشي دقي my stomach thinks that my throat has been cut وذيت اعتبر القمل اللي احنا ممكن نستخدمه عشان انا عبر بيه عن القوة هتقول لي بإيه ايه المشكلة يعني ان تقول I am hungry I'm hungry, I'm hungry, I'm hungry مش مشكلة يا صح لكن متقبل لقانب يعني هما مبغيش I am hungry دائما يقول انا فامجد, انا قمت بشيء, انا قمت بشيء انا قمت بشيء هذه الحاجات اللي ممكن تسمع منهم وعشان نتعلم صح ونستطيع من نجيل صح لازم نتعلم مفروضات وتعبيرات مختلفة وذية نهاية الحلقة اتمنى اكون اعجبكم لو عندك اي سؤال او اي تعليق سوف تحفظ في كومنت ان شاء الله ومنساش تعمل لايك وشير مع كل اصحابك اللي هم مقاعانين شكرا لك على انتظر نستشschool مرفق surrealان atنا وح müssen أيفي مع اeration ونستشيفorie مزن فعل اخربة لمسا they get there دائما لك الهان نتfinder اببي ان ط Bag ما ي emocش heir ترجمة نانسي قنقر